بقى بنور ربنا يشوف ربنا بطريقة روحية صحيحة وفعلا يقول مع هذا المولود أعمى أني كنت أعمى والآن أبصر يعني أنا كنت معرفتي عن ربنا شيء ولما تعمقت في العلاقة معاه وقربت منه قوي ودخلت وغسط جوه الكتاب المقدس لقيت نفسي من أنا تقريبا ما كنتش عرف عنه حاجة دلوقتي عناية فتحت ويمكن ده الكلام بالزبط اللي قاله أيوب الصديق بعد التجربة الكبيرة اللي عايش فيها مع ربنا قال في الآخر كده بسامع الأذن قد سامعت عنك والآن رأتك عيناي في فرق كبير يا حبائي بين الناس اللي بتكون عايشة في علاقتها مع ربنا عايشة سطحية يعني ممكن أي كلام أي أفكار عن ربنا تصدقها أي حد يبتدي هاجمهم يحسوا أنهم ضعفوا ما عندهم شرد لكن حينما يتعمق الإنسان المسيحي في علاقته مع ربنا ويخش العمق أكتر هيقول نفس الكلمة دي اللي قالها أيوب أنا كنت رب بس معانك زمان لكن دلوقتي فعلا أنا اتلامست معاك وقربت منك جدا لو دخلنا في إنجيل معلمنا يحنق صح رقم 9 هنلاقي أن بداية الموضوع أن ربنا كان ماشي مع التلاميذ ويبان من الكلام أن ربنا يسوع المسيح بصل هذا الإنسان بعين العطف وكأنه الحقيقة بيشوف فيه البشرية كلها اللي محتاجة لمسة منه محتاجة أن هو يقرب إليها علشان يدويها فنظراته المشفقة جدا على هذا الرجل خلت التلاميذ يسأله فابتدوا يقولوله كده أهذا أخطأ أم أبوايا لأن في بداية الصحة هنلاقي يقول وفيما هو مكتاز رأى إنسان أعمى منذ ولدته يعني يعني الشخص ده ما نداش على ربنا لكن ربنا هو اللي قربه فابتدوا التلاميذ يسألوه أهذا أخطأ أم أبوايا حتى ولد أعمى والحقيقة ده فكري كان موجود عند بعض اليهود إن خطايا الأباء ممكن تظهر في الأجيال اللي جاية بعد كده أو قد يكون إن بعض التلاميذ ربطوا علة هذا الشخص الأعمى إنه كان خاطي لما سمعوا كلام ربنا يسوع المسيح مع المخلع قبلها لما قالوا لا تعود تخطئ لألا يكون لك قشر قد يكون ده قد يكون ده فربنا ابتدى يوضح لهم إن لا هذا أخطأ ولا أبوايا ولكن ربنا هيستخدم هذا الإنسان لكما يظهر مجده ويظهر ألوهيته وهينعم على هذا الإنسان مش بس بالشفاء الجسدي لكن كمان بحاجة اسمها البصيرة الروحية ودي يمكن مش موجودة عند ناس كتير قد يكونوا مفتحين وشايفين كل الأشياء لكن التلامس الروحي أو البصيرة الروحية أو اللي بنسميها استنارة ممكن ما تكونش موجودة عندهم حقيقة فيه في النقطة دي بالذات ناس ممكن تبتدي تسأل وتقول طب ليه ربنا يبلي هذا الإنسان بالعمى لكي ما يظهر مجده خيني بس في الأول أقول لحضراتكم إن في البداية خالص حينما خلق الله الإنسان لم يخلق لإنسان عاجز ولا إنسان ناقص ولا إنسان مريض ولكن ربنا خلق الإنسان وإذ هو حسن جدا لكن بسبب الخطيئة دخل الموت إلى العالم زي ما كلنا عارفين وابتدى الإنسان بالطبيعة يتأثر بالمكونات اللي حوالي موجودة في الطبيعة فابتدى يصيبه المرض وابتدى يصيبه الألم لكن في الحالة بتاعتنا دي إذا كنا بنكلم على هذا الشخص المولود أعمى هو فعلا ولد كده لكن عايزك دايما انتصق إن الله حتى لو سمح بده بيعوض الإنسان بإمكانيات تانية كبيرة جدا يمكن الناس المفتاحة أو اللي ما عندهاش العلة دي ما يكونش عندها نفس الإمكانية أريد حضراتكم مثلا يعني مثلا القديس ديديموس الدرير القديس ده فقد بصيرة عينيه وهو تقريبا عنده أربع سنين لكن بسبب اشتياؤه الدائم للتعليم وللتعلم وشغفه بده ابتدى يخترع طريقة الحروف البرزة اللي يمكن هو سبق فيها الطريقة المعروفة باسم برايل سبق برايل يمكن بحوالي 15 قرن من الزمن وابتدى يتعمق جدا في الكتاب المقدس وتعليم الكنيسة كان عنده حب وشغف رهيب جدا لحد ما ده خلاه يصبح مدير للمدرسة اسكندرية ده كان في عهد البابا أساناسوس وكان القديس ديديموس الدرير ده مقرب جدا للأنب انطنيوس كمان وكان بيقعد يتكلم معه كتير فمرة سألوا لأنب انطنيوس وقال له يا ترى انت حزين لأنك كفيف البصر فرد علي قال له أنا حزين جدا فأجابوا لأنب انطنيوس إجابة عجيبة وجميلة في نفس الوقت قال له ايه؟ قال له لا تحزن على فقدانك ما تشترك فيه مع أحقر الحيوانات اللي هي العينين يعني ولكن افرح لأن الله وهب كعينان كأعين الملائكة تبصر بيهما الروحيات فيقولك أن القديس ديديموس تعز جدا بالقول ده كل أيام حياته يا حباقي فايدة إن إنسان يكون عنده بصيرة الجسد ويرى كل الأشياء لكنه معدوم الاستنارة أو البصيرة الروحية ده في ناس استنارة العين بتاعتهم بتخليهم يخشوا في أعماق أعماق الخطية وتكون العين دي سبب يمكن تكون سبب هلاكه مش قادر يشوف ربنا أو بمعنى آخر مش عايز يشوف ربنا لأن الله هو النور ولو النور جاء عليه هتتفضح أعماله زي ما كتب المقدس قال طب ماهو الكتب والفلسيين كان عندهم عيونه بيشوف ولو رجعنا للإصحاح اللي قبل اللي احنا فيه ده اللي هو إصحاح تمانية ده ربنا قال لهم فيه صراحة أنا هو نور العالم شوفوا يا ترى الناس بقال فما فتح عنيها ترى كان ردها إيه قالوا له إيه أنت تشهد لنفسك شهاداتك ليست حق يعني ربنا بقلوه هلهم صراحة ومع ذلك هم شايفين النور بعينيهم وشايفين جميع أعماله لكن هم مش عايزين يصدقوه ليه؟ لأن هم شايفوا أن أعماله اللي فيها رحمة وأعماله اللي فيها بر ابتدت تزعزع أماكنهم وكبريأهم عند الناس عشان كده فعلا انطبق عليهم قول إرمية النبي في نبوته صح 5 لما قال أيها الشعب الجاهل والعديم الفهم الذين لهم أعين ولا يبصرون لهم آزان ولا يسمعون عشان كده كل واحد يطلب من ربنا دايما يقول رب إذا كنت أنت من ديني نعمة البصر اديني كمان معاه نعمة البصيرة الروحية أنه نعرفك أكتر وقرب منك أكتر بعد كده يقول لك أن ربنا ابتدى يقول قال هذا وتفل على الأرض وصنع من التفل طينا وطلب بالطين عيني الأعمى وقال له إذهب اغتسل في بركة سلوان عايز حضراتكم نقارن بس بين المعجزة دي وبين معجزة شفاء واحد اسمه برتيماوس الأعمى دي كانت مذكورة في إنجيل معلمنا مرقص صحح رقم 10 هنلاقي برتيماوس هو اللي طلب من ربنا أنه هو يشفيه فضل يصيح حتى بعد ما التلاميذ حاولوا يهدوه يعني وينتهروه لكن هو فضل يصيح ويقول له يا سوع ارحمني فربنا قال له اذهب إيمانك قد شفاك يقول لك فللوقت أبصر المعجزة هنا حباقي مختلفة شوية عن برتيماوس هنا الوضع مختلف هنا يسوع اللي رحله وهنا يسوع هو اللي خلق له عين شخص ده ما كانش عنده قرانية وشباك مكونات العين دي ما كانش موجودة فربنا هيعمله معجزة خلقة جديدة وكأن الله بيصنع مع هذا الشخص اللي بيمثل البشرية كلها مشهد نفتكره في بداية الخليقة حصل مع آدم الإنسان الأول لما ربنا جاب له أيضا من الطراب وجاب آدم الإنسان الأول هنا بيحط طين بنفس الطريقة تقريبا على عين هذا الشخص ويبتدي يقول له روح اغسلهم في بركة سلوان حقيقة ده بيمثل مشهد كامل لخطة الله الخلاصية للإنسان في البداية إنه تحنن على هذا الشخص كما تحنن الله على البشر كلهم لما شاف قد إيه الطبيعة البشرية أصابها الفساد وأصابها العطب نتيجة الخطيئة فابتدى الله تحنن وتجسد علشان يتحد بنا كلنا في شخصه فنبتدي ناخد الطبيعة الجديدة القوية من المسيح اللي فيها الحياة وفيها أيضا القيامة وده اللي بيحصل لكل إنسان مسيحي في المعمودية عشان كده المعجزة دي هي رمز واضح جدا جدا للمعمودية فدايما نلاقي ارتباط المية بالمعمودية وبالتجديد فمثلا في البداية خالص نقولك نقولك ايه في سفر التكوين وكان روح الله يرف على وجه المياه وبعا كده ابتدي نشوف إن الله خلق كل المخلوقات يقولك ايه وإذ ربنا خلق كل المخلوقات وإذ كل شيء وهو حسنا جدا حتى لما جيه حن المعمدان عشان يهيئ الطريق قدام ربنا ابتدي ينادي بالتوبة والتعميد في نهر الأردن ده ارتباط المية دايما بالمعمودية وده اللي وضحه القديس بولس الرسول في رسالته الأولى لأهل كرونسو صحة عشرة لما ابتدى يتكلم على إن عبور البحر الأحمر وعبور الشعب مع موسى كان رمزا للمعمودية وللتحرر من عبودية إبليس أو العبودية اللي كانت موجودة في أرض مصر حقيقة برضو الإنسان المولود أعمى ده في صفات كتيرة حلوة جدا يعني العقل البشري لو كان الرجل ده فكر بعقله البشري وكان قال طب يعني الطين اللي وضعه يسوع على عيني ما أنا لو رحت بركة سلوام أغتسل أكيد الطين ده هيسقط من على عيني يبقى فين هنا المعجزة لكن هذا الشخص كان عنده طاعة وثقة كبيرة جدا من كتر ما سمعوا عنه ولذلك رح نفذ وحنا أحباك في هذه الأيام نحتاج أن احنا يكون لنا ثقة في كل كلمات الكتاب المقدس أنتوا شايفين أن العالم حوالينا عمال يطلع أفكار غريبة ويحاول يجدد في الأفكار ومنها أفكار تشككنا أو تشكك الناس اللي عندهم معرفة سطحية شوية في كلام الكتاب المقدس لكن احنا نحتاج النهاردة أن يكون عندنا ثقة وإيمان مثل إيمان هذا الشخص اللي عقله البشر يقوله أن الطين ده هيقع يبقى إزاي عنيك هتفتح أو هو عملك كده ليه لما يقولك بعد كده روح يغسلهم والماء يتنزلهم لكن ثقة دي وإيمانه ده بقوة ربنا يا سوع المسيح أو هابت ليه في الآخر الشفاء والاستنار وديته كمان أنه يكون مش بس إنسان أصبح مبصر لكن أصبح مبصر روحيا عنده قوة إيمان وعنده شجاعة لما ابتدى بعد كده الفريسيون يجبوه وجابوا أبواه وحاولوا يضغطوا عليهم ومين اللي شفاك ورغم أن حكى لهم الموضوع أكتر من مرة وكانوا طبعا أبواه خايفين أنهم يطردوا من المجمع لكن هو كان عنده قوة وقال لهم أنا أعلم شيئا واحدا أني كنت أعمى والآن أبصر كل إنسان حقيقي يا حبائي مسيحي يحتاج أنه هو يشكر ربنا دايما على نعمة المستنارة اللي خدها لما اتحد بالمسيح في المعمودية والاتحاد ده يدي له قوة في مواجهة كل قوة الشر عشان كده الواحد يقول لك إيه يعني إحنا خدنا لما خدنا الطبيعة الجديدة في المعمودية هل معنى كده أنه إحنا خلاص مش نغلق تاني لا طبعا الإنسان بطبعه بطبعه ممكن يقع في الخطية لكن إحنا خدنا القوة بقى عندنا الإمكانية أن إحنا نتغلب على الشر وربنا بعد كده ادينا أيضا سر التوبة والاعتراف لكي ما إذا سقطنا في الخطية يبقى ربنا يعطينا المغفرة ونعود تاني مرة أخرى أبرار أطهار بيت تماما زي ما خرجنا من جرن المعمودية ربنا يا حباء يعطينا بركة هذه الآيام المقدسة يعطينا دايما أن إحنا نكمل في قراءاتنا خلال الفترة اللي جاية الفترة اللي جاية تبقى فترة عميقة جدا في قراءاتها وهبقى فيها غزارة في التعليم وغزارة في معرفة الله ربنا يقرب الأيام ونشعر دايما ببركة وقوة الأيام اللي جاية لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد أمين ترجمة نانسي قنقر